موسيقى اذكر لنا يا شيخنا بالعلم والطبيان واذكر لماذا أنزلت آي من الكران إن الذي فرد الكتاب هداية بالحق والمزان قال السنواء على السماء حتى عندهم نبأ من الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فهذا مجلس من مجالس أسباب النزول أسباب نزول الآيات المباركات على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا فيه بسبب نزول قول الله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد هذه الآية الكريمة ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه مرض فأغمي عليه فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وصب عليه من ماء الوضوء فأفاق فقال يا رسول الله كيف أصنع في مالي فنزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة وفي بعض الروايات نزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فهذا عن سبب نجول يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة فوقفة ننا مع الكلالة وتفسير الكلالة الكلالة الشخص الذي يموت وليس له أب ولا ابن ليس له أب ولا ابن ولا جد ولا جد أب ولا حفيد يعني ليس له أحد من فوق لا أب ولا جد ولا جد أب إلى آخره وليس له أيضا أحد من أسفل لا ابن ولا ابن ابن ولا ابن ابن إنما له حواشي تحيط به له إخوة يحيطون به كالإكليل حول الرأس فلا أولاد من فوق لا أباء من فوق ولا أبناء من أسفل إنما تحيط به إخوته فله أخ أو أخت أو إخوة أو أخوات هذا الكلالة الكلالة إذن الشخص الذي يموت وليس له أب ولا جد ولا جد أب وإن صعد ولا ابن ولا ابن ابن ولا ابن ابن وإن نزل إنما له إخوة أو أخوات أشقاء أو غير أشقاء فهذا الذي يسمى كلالة ما حكم هذا الذي مات وهو كلالة ما حكمه كيف يورس من الذي يرثه وكم الميراث إذا نظرنا إلى آيات صورة النساء نجد أنه قد ورد في الكلالة آيتان آية في أوائل صورة النساء مطلعها أو أعفوا لفظها وإن كان رجل يورس كلالة أو امرأة أي امرأة تورس كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين فالآية الأولى التي في أوائل صورة النساء وإن كان رجل نورس كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس يعني الأخ مثل الأخت فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث هذه الآية الأولى أما الثانية التي في أوائل صورة النساء وهي قول الله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرأ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرسوها إن لم يكن لها ولد فإن كانت سنتين فلهم ثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فلذكري مثل حظ الأنسيين فهناك اختلاف بين الآيتين الأولى الأخ له السدس والأخت له السدس الثانية الأخت إذا فرضت لها النصف إذا كانت مع الولد يأخذ ذكر مثل حظ الأنسيين فكيف يدفع هذا الإشكال الإشكال والحمد لله لا إشكال أصلا لأن الآية الأولى وإن كان رجل يورس كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت أي من الأم أي من الأم أما قوله تعالى يستفتونك قل لا يفتيكم في الكلالة إن مرؤن هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك فالأخت الشقيقة الأخت الشقيقة أو الأخت لأب إن لم تكن هناك أخت شقيقة فكذلك قوله فإن كانت سنتين أي شقيقتين إن كانوا إخوة الرجالا ونساء أي شقيقات أما الآية الأولى ويقوله تعالى وإن كان رجل نورس كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت أي من الأم فلكل واحد منهما السدس فهنا يذكر العلماء يذكر العلماء أن الإخوة لأم يختلفون عن الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب من ثلاثة وجوه الوجه الأول الوجه الأول أن الإخوة لأم لا يرسون أبدا إلا إذا كان الميت كلالة سكان أخوهم كلالة أي لا أب له ولا جد ولا ابن له ولا حفيد الثاني أن ذكرهم كأنساهم في الميراس يعني أن الأخ لأم سيأخذ مثل الأخت لأم ذكرهم كأنساهم في الميراس الثالث أن نصيبهم مجتمعين نصيب الإخوة لأم حالي افترض أنهم عشرة نصيبهم مجتمعين لا يزيد بحال من الأحوال على الثلث لا يزيد بحال من الأحوال على الثلث أما الإخوة الأشقاء سيأخذ التركة كلها قال تعالى وهو يرسوها إن لم يكن لها ولد ولد فهذه باختصار الفارق بين آية الكلالة في مطالع سورة النساء والتي فيها وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس أي وله أخ أو أخت من الأم الإخوة والأخوات الأم نصيبهم لا يزيد على الثلث وذكرهم كأنساهم في الميراث ولا يرسون إلا إذا كان الميت كلالة أما الإخوة الأشقاء فكما في آخر سورة النساء سورة الآية الأخيرة من سورة النساء التي هي يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة هذه الآية من سورة النساء تسمى آية الصيف تسمى آية الصيف آية الصيف ليس آية السيف بالسين إن آية الصيف يعني فصل الصيف هذا ومسألة الكلالة هذه من المسائل التي أشكلت على أمير الممن عمر رضي الله عنه فما أن عمر رضي الله عنه محدث وملهم وذكي وعبقري لكن يشاء الله سبحانه أن تغفى عليه أن يغفى عليه معنى هذه الآية فكان كثيرا ما يراجع النبي عليه الصلاة والسلام يسأله ما الكلالة يا رسول الله والنبي يعلمه ولكن يشاء الله أن عمر لم يستوعب لأن الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى يشاء الله ولبيان بشرية عمر أن لا يفهم هذه المسألة حتى إنه قال من كثرة مراجعاتي لرسول الله في الكلالة ضرب بيده في صدري قال يا ابن الخطار ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء فسكت عمر رضي الله عنه وبعد مات النبي عليه الصلاة والسلام وجاء أبو بكر رضي الله عنه ومات أبو بكر وجاء عمر ولي الخلاف يقول في خلافته ثلاث وددت أن النبي لم يمت إلا وعهد إلينا فيهن عهدا ما الثلاثة يا عمر قل الكلالة الكلالة علمك إياها الرسول مرارا لكن لم يشأ الله أن يقف عمر على مراد الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة وكانت المعضلات بالنسبة له رضي الله تعالى عنه فاستفدنا من ذلك أن المعلم من علمه الله وأننا لن نحصل على أي علم من العلوم إلا بتعليم الله لنا فقد تعصر مسألة يسيرة على كبار العلماء ولا يستطيعون فهمها إلا بإذن الله هذا عن جو الآية الكريمة فلذا لزمنا أن نسأل الله أن يزيدنا علما امتثالا لأمر الله وقل ربي زدني علما زدني علما نسأله الفهم الصحيح نسأله العلم هو الذي يعلم وقد قال وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاء وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاء فنسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا وأن يزيدنا علما نافعا وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وصل الله على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أذكر له أذكر لنا يا شيخانا بالعلم والطبيان أذكر لمَانا أنزلت آيٌ من القرآن إن الذي فرد الكتاب هداية بالحق والميزان قال السن وعلى السماء حتى عندهم نبأ من الرحمن شكرا